بسم الله الرحمن الرحيم كنزا عظيم جدا من كنوز السنة لا أعلم أكثر الناس روى الإمام الحافظ السيوتي في كتابه الجامع الأحاديث والإمام التبراني في المعجم الأوسط من حديث عبدالله بن عباس من قرأ الصورة التي يذكر فيها العمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حتى تغيب الشمس صلى الله عليه وملائكته حتى تغيب الشمس أعظم منقبة في الحديث ده إنه ما فيش تعيين لعدد الملائكة يعني أكثر الحديث الرؤية في كثير من الأعمال العظيمة بيكون فيها تعيين وغالبا بيكون لعدد سبعين ألف ملك وحيانا أربعين ألف ملك يعني مثلا الحديث الكتورات حدوكم اللي يرى خواتيم صوت الحش الصبح وبالليل آخر أربع آيات وهي رقها من جميع الأمراض والحديث حسنه جمع من العلماء زي ما من الترمزي وغيره بيصلي عليه سبعين ألف ملك طول اليوم ولو مات يموت في أي وقت يموت شهيد اللي يقرأ أول ثلاث آيات من سورة آل عمران أول ثلاث آيات من سورة الأنعام الصبح بعد صلاة الصبح هو قاعد في جماعة بيصلي عليه أربعين ألف ملك وفي رواية سبعين ألف ملك برضو طول اليوم أو في رواية لغاية يوم القيامة فكتير من الحديث اللي روات عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضاء الأعمال فيها تعيين للعدد هنا مفيش تعيين للعدد فكلمة صلى الله عليه وملائكته معناها ما لا يحصل لملائكة كل ما يزيد عدد الملكة اللي بتصلي عليك بس صواب يزيد وفضلا عن أن يوم الجمعة أي عمل صالح بيضا ضاعف صوابه أكتر من ألف ضعف ونقولت الكلام درحاتكم في أكتر من درس ليس من أعياد أمتي والعاجة دا رواية الإمام حسام الديني المتقل هندي في كتابة كنز العمال ونقولت الكلام الأدلة القاطعة على صحة هذا الحديث ليس من أعياد أمتي عيد أفضل من يوم الجمعة وتسبيحتهم في يوم الجمعة أفضل من ألف تسبيحة ورقعتان في يوم الجمعة أفضل من ألف رقعة يعني معنى كده أن أي عمل صالح بيضا ضاعف صوابه أكتر من ألف ضعف لذلك قلت لحضراتكم أكثر من التسبيح وتهليل يوم الجمعة قلت لحضراتكم صلوا صلاة التسبيح يوم الجمعة لأن صحابه عظيم جدا الحديث اللي بقول لحضراتكم دا أنه عن طريق عبد الله بن عباس بيقول لك لو أنت قريت سورة قالية عمران يوم الجمعة يتصلي عليك يتصلي عليك رب العالم سبحانه وتعالى الملائكة حتى تغيب الشمس محددتش عدد ملائكة يبقى دا معناه عدد كبير جدا من ملائكة مش ربنا بيقول إن الله وملائكة يصلون على النبي كل ملائكة يبقى لأن رب العالم صلت على صلاة الله عليه وملائكته يقوي هذا الحديث أكثر من الحديث أولا روية هذا الكلام عن مكحول من كبار علماء التربعيل بسند صحيح بسند صحيح عن مكحول النفس الكلام اللي بيقرأ سورة قالية عمران يوم الجمعة صلت عليه الملائكة صلى الله عليه سبحانه وتعالى وملائكة حتى تغيب الشمس في رواية تانية رواية تانية وأنتهى لحضراتكم وأكثر من طريق إن اللي بيقرأ سورة البقرة سورة قالية عمران ييلة الجمعة يكون له نورا يكون له نورا يوم القيامة أو يجع الله له نورا يوم القيامة كما بين لبيدا وعريبة قال المفسر الحديث لبيدا سبع أرض وعريبة سبع سماء وفي رواية أخرى كان له نور كما بين عريبة وعجيبة عريبة سبع أرض وعريبة العرش يعني يبالك نور من السماء للأرض من السبع سماء لسبع أرض وانت قرأت البقرة وقالي عمران في يوم ليلة الجمعة أو رمو صنع عظيمة جدا فيه ناس كتير بتقرأ صوت البقرة كل يوم في ناس كتير بتقرأ صوت البقرة كل يوم ف لو تقدر تزود لها قالية عمران حتى لو في بعض الليالي خاصة ليلة الجمعة يبقى شيء عظيم جدا خاصة يوم الجمعة ليلي عشان عدد لا يحصل مالكة بتصلي عليك وأيضا رؤي عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي بقرأ البقرة قالية عمران في ركعة ويطلب من ربنا أي حاجة ربنا يدهاله أي حاجة ربنا يدهاله زهروين اقرأوا زهروين رسولة كده سماء فإنهو يأتيان يوم القيامة كغاممتان أو كغايبتان يحاجان عن صاحبه يوم القيامة يعني بتزلك عنزة الشمسية يوم اليوم لما الشمس بتدنوا من رؤوس العباد وتبقى فوق تبقى دباغ الواحد مننا على بعض على بعض ميل النس هتنصهر من العرق هتغرق في عرقها هتنزل العرق سبعين زراعة تحت الأرض لكن اللي بيقرأ المقرأ قالية عمران فبالكم بقى اللي بيواصب على قراءتهم كل جمعة وبالكم اللي بيواصب على قراءتهم كل ليلة لأن الحديث اللي أنا بقوله حضراتكم ده في حديث يوم الجمعة وفي حديث ثاني اللي بيقرأهم في كل ليلة ربنا يدونوا نور عظيم يوم القيامة زي ما بين السماء السبعة والأرض السبعة ف لو مش قادر كل ليلة يبقى على قل ويوم الجمعة خاصة قالي عمران عشان الفضل العظيم اللي بروح حضراتكم دلوقتي ده والعديث دي كلها بتصحح بعض إنها من طرق مختلفة عديث مكحول عريس الفضل العظيم عجيبة وعريبة فكل حديث دي صح بعض فحكيتم لكم الكلام ده في الوصف إنساخوا هذا الكلام وشوه 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 عظيم في صباح عظيم أقول قول لهذا أستغفر الله لي اشتغفر الله اشتغفر الله